السلام عليكم ورحمة الله إذا الإخوان فضل فيديو سأخبركم واحد الآدات للإيسيو لكي تديروا بها الكيورد ريسورج نعرف كاملين بالليل الكيورد ريسورج هي أول مرحلة التي سأخبرها إذا كنا نكتب المحتوى المدونة لنا أو إذا كنا نبيعوا واحد المنتج وبغينا نديروا له الإيسيو فضروري ستعرف الكلمات المفتاحية أو الكلمات الدلالية التي ستخدم عليهم لكي تلقى هذه الكيورد ضروري ستخدم بأدوات الإيسيو وأغلبية الأدوات الإيسيو يكونوا مدفوعة ويكونوا في الثمان طالعين بزاف في هذا الفيديو سأحاول أن أشارح لكم واحد الآدات التي سأخدم بها واسمتها كيورد ريفيلر بالنسبة لكيورد ريفيلر هذه هي الواجهة الرئيسية للموقعهم ومن بين المميزات هذه الآدات فهي تعطيك الإمكانية أنك تدير الكيورد ريسورج بالليضيطاي وكتعطيك أيضا ما يسمى بالكيورد برينستورمين يعني تديرك بحل لكتعطي أنت واحد الكيورد وهي تديرك بحل السيجيسيشن تديرك الكيورد أو لا تديرك التايتل أو لا تديرك محتوى اللي عنده علاقة بذلك الكيورد ثم أيضا من بين المزايا ديها كينا هذي رانك تراكر يعني أنت كتبقى تتبع ديك الكيورد اللي بغتي تخدم عليها واش تطلع يعني واش تطلع أيضا سايت آناليسيس وكينا الباك لينك آناليسيس يعني هذو كل هم مميزات ديال هذة الادات وحنا غادي نخدمو بنسخة المجانية حيث بطبيعة الحال هذي ماشي آدات مجانية كيف ما كتشوفو فيها ثلاثة ديال الباك البيسيك البرو والإليت هذو المهم ركي تخلصو بالعام 150 دولار في العام 210 10 و 10 دولار بالنسبة للبرو و 354 للإليت هذو 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 لك انت غادي نشوفو غير المجانية وكيف ما كتشوفو هنا في المجانية غادي يعطينا ثلاثة ديال كيووردس اللي قدروا نديرو ليهم الكيوورد جي سيرتش بالنسبة للمنين كيووردس ما يعطيش لك كيعطيك الكيوورد سيجيستش أنك تشريها من عندهم من الموقع الرسمي ديال غادي تمشي لواحد الموقع اسميته absomo.com وغا تقلب على كيوورد revealer اللي هي هذي و لا بد معي البال هنا عندك الحق تشريها ب 75 دولار يعني مدى الحياة هذي كتبقى الكديمة هذي وهنا غادي ستبقى التحت باش تعرف شنا المميزة ديال غادي لك بغي تشريها ب 75 دولار العام فانت هذه الساعة غادي تستفد من 50 كيوورد يوميا تدير لها يعني الكيوورد research يعطي 10 competitor keywords يعطي unlimited keywords suggestions الى اخير يعني قرأ هذي list كاملة فقط في حالة كنت غادي تشري هذي كيوورد إذا نرجع لفديو ديالنا وهنا كيفما كتشوف باش أنكم داشبورد وهذا كيفما تشوف هنا في الداشبورد سيكون بسيط هنا يعطي keyword research وهنا يعطي keyword brainstorm وهذا كل واحدة سنحاول أن نشرح لكم نبدأ بال keyword research سنفترض أن اضع مثلا الو post على get response هذا كيفما تشوف لدي كيفما تشوف يعني الkey word لكن هنا سنحاول أن نخدم مثلا بهذا بما أن هذا يهضر على email marketing سنقوم هنا ونقلب على email marketing وهنا سنقلب على الدولة التي تريد مثلا United States Australia هنا كان الدول كاملين موروكو يعني الدول كاملين هنا لكن يستحسن عندما تشتري غير واحد الدولة معينة تجعلها أخر وبالنسبة للغة على حسب سنقوم بالنسبة للغة سنقوم بإنجليش حيث هنا نقوم بإنجليش بإنجليش إذا سنقوم بإنجليش كيوورد search email marketing ثم نقوم ok ولكن نضم على البال هنا سنقوم بإنجليش في ثلاثة الkeyword يعني إذا قدرت واحد الkeyword قال لي الحق في جوج الkeyword إذا هنا سنقوم email marketing ستطلع لك في السرش على هذا الشكل هذا الغه هنا يعطيك الkeywords اللي عندها علاقة بهذا الkeyword في الأول ثم هنا يعطيك volume يعني يعني شحل من مرة يقلبوا عليها الناس في السرش ثم هنا يعطيك الkeyword هنا يعطيك cpc أو cost per click بالنسبة للإعلانات وهنا يعطيك شحل ppc ثم هذه اللي اسمتها issue difficulty وهذه ضرورية هي اللي غنبطو لها البال في هذا الفيديو هنا دابا جينا نشوف ماذا الكلمات المفتاحية اللي عندها علاقة بالإيميل ماركوتين يقلقوا هنا إيميل ماركوتين الفوليم أو الشحل من واحد يقلب عليها 165000 يعني بحث في الشهر هاتف شهريا ثم هنا هنا هذا flow disk زو campaigns email marketing jobs وهنا تعطيك عدد المفتاح يقلب على 60000 27000 18000 14000 إلى آخر وهنا ستعطيك بزاف تعطيك 100 بحت أو عفو تعطيك 100 نتيجة و ركينا أيضا هنا 50 و غير هنا حيث عندنا النسخة المجانية يعطينا غير 100 result ولغا كلهم هذه الكلمة المفتاحية ستجد كيف مكتلك volume trending والتي تهم نحن هي هذه هي ECU Difficulty إذا رضيتم معي هنا بالنسبة اليميل ماركوتين ECU Difficulty طالعة كثيرا يعني كان كبيرا كثيرا هنا تعطيك volume search و هنا تعطيك trending search trend بحل القضية Google search Google trending إذا رضيتم معي اليميل ماركوتين ديما trending يعني ديما طالع trend و search يعني شهر 165000 بحث 165000 يعني تبقى ديما تقريبا في نفس المنحنة و هنا فاشكنها بطول تحت يلقى ما يسمى SERP ما هو SERP SERP هي الصفحة اللولة التي تظهر لك في search من التي تقلب على كلمة مفتاحية مثلا هنا إيميل ماركوتين إذا مشيت قلبت هنا إيميل ماركوتين فهذا البحث التي ظلعت هي SERP و لغة نسبة SERP لدينا المميزات ثلاثة مختلفة فيها paid search التي تظهر فيها هذه الإشارات التي تكون مكتوبة فيها sponsorized ثم الورغانيك التي تظهر التي تظهر لك الورغانيك مو وهذا people also ask لكي تمتاز SERP بالنسبة لدينا عيوض هنا لا نعرف مين نجيوها هذا تعطيك الاناليسيس هنا تعطيك الروابط المدوانات أو المواقع المرانكين هنا تعطيك domain authority هنا تعطيك page authority وبالنسبة لهذه trust flow وهذه ما يسمى Citation flow وهذه التي تهمكم هي domain authority وال page authority وهذه estimated visits يعني هنا بالنسبة الكيورد التي أخدمنا عليها إذا أردتم معي فهنا أعطتنا أعطتنا عشرة غزيلة هذا مثلا عندنا في estimated ميل ميل تشمم ميل تشمم مجددا بالتغريب بمنا هرة ميل 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 شاب ميل موضوع في الوغانيك. هناك كثير من خمسين الف يعني زيارة في الشهر. تابعها لينك دين. هذا لينك دين هذا واحد له بوست على اليميل ماركوتين اللي كتجيه. كتجي ستة وعشرين الف كتر من ستة وعشرين الف فيزيت. كي نعود تاني هدي ديال سيلس فورس. على غير دخلنا البلوغ. حيث هذا بلوغ. بعد كتعرفوا بلوغ ركتكون مكتوبة هنا. كما كتشوفوا هذا البوست على اليميل ماركوتين التهوارة. يعني مرنكي هو التالت. اذا اشغان شوفوا اخر. هناك كيفاش احنا غد نقلبه على الكي وورد اللي بغينا نخدمه بيهم. عندك جوج ديال العواميل اللي غ ترضليهم البل. اول واحد هو الفوليم. ديما الفوليم ديال ديك الكي وورد يجب ان يكون طالع. وفي نفس الوقت يجب ان يكون هابط. داكو. مثلا. انا مشيول هات ايميل ماركوتين بلاتفور. الو ايميل ماركوتين بلاتفورم. اللي كتجات قريبا كتر من تسعالف سورج في الشهر. انفو غد نسيلكسيون الكي وورد. كليكي على هات السهل. كيف ما كتشوفو. انا ديال كي وورد. هذا الكي وورد هاتي. هناك يعطي مني عودتاني الكي وورد ديفيكولتي. ديال كيعطيني اي حال فيها ديال يجهد ديال ترافيك او ديال ما يسمى بالفوليمس سورج في الشهر. ونفس نفس ذلك اللي اشرح لكم غد التعاودوا هن. في الأي كي وورد. ما سيهمك هو انك بالنسبة لهذه ديال الـ ECU Difficulty أردو ديما البال يكون قل من 50 باش ما كان قل باش ما ممزيئ باش ما كان طالع باش ما المنافسك تكون كبيرة وما تقدوش أنكم ترانكيو فيها إذا نجوش للحواج اللي غادي ستقديرو ما اللي ستقلبوه على الكيوورد ديالكم الـ Volume والـ ECU Difficulty نفط سريد غادي نخدم على هاد الكيوورد غا شنو غادي ندير باش أنني نجيب أفكار على هاد الكيوورد وبحالش أنني ندير مثلا بحالش أنني غادي نقلب على المحتوى لهذا الكيوورد غادي نجيب لهذا الكيوورد برينستورم ثم هنا أتحطوا الكيوورد ديالكم وغادي تخليوها بالنسبة للدول اللي غادي تستهدفوه حياتنا كنستهدفو كل شيء وفي اللغة غادي نديرو انجليش ثم غادي ندير search اللغة هنا غادي يعطيوك ما يسمى بـ Long Tail Keywords يعني غادي يعطيك The Keywords اللي كبار ما هي Long Tail Keywords إذا قلنا مثلا Affiliate Marketing فهذه تسمى Keywords إذا قلنا مثلا How to do Affiliate Marketing فهذه تسمى Long Tail Keywords يعني ذلك الكيوورد تضيطيها ما كتبقاش غادي كيوورد بحدا فهنا كتبقى اسمتها Long Tail Keywords فهنا كيف ما تشوفوا من بعد ما اضطينا الكيوورد النوق اللي بناء لها اللي هي هذي Email Marketing Platform هنا غادي يعطينا أعطينا هنا Email Marketing Platforms هذي راك تختلف على هذي حيث كان اس في الأخر هنا زادلنا Email Marketing Platforms Free وهنا دلينا Email Marketing Platforms For Small Businesses هل أنت كتبقى هذي كاملين وكتشوف ديك الساعة على حساب لغو الشخص اللي كتبقى نفترض أنا غادي نهضر على Email Marketing Platforms للناس اللي عندهم بيزنس صغير هلو Info هنا غادي نكليك على هذي فهنا غادي تعطيني ديزوتخ ايدي هلو هنا إذا رضيت معي البال بالنسبة لهذي فرق الجيني يحصل من هذا Email Marketing Platforms For Small Businesses إذا هذي سنأخذها لك سعب لأنني نخدم عليها لغتيك حسنا إذا هذي نأخذه ونخدم بها لغتيك بكل بساطة والفوكس كيوورد هي هذي إذا هذي وهذا هو وهذا هو التايتل ما عالية غير أنني نأخذ هذا هذا الجوج ونمشي للتشات ونحاول أن نكتب البوست كيف ما شرحت لكم في الفيديو تشات جي بيتي بحالة أنك تكسب به المحتوى هذا من طريقه واحد القضية أخرى نسيت موريتها لكم بالنسبة لكي تكون كيوورد ومثلا نفتارد كيف ما قلت لكم غادي نخدمه على Email Marketing هذه الكيوورد هذي وهنا كي تتقلب على هذو هذو منافسين هذو بالنسبة نقوله مثلا بغيت تشوف ناخده مثلا ما نديره شي كيوورد أخرى نجيو الهنا نديره مثلا hosting review وهنا نختاره United States ونضعها في English هذا مثلا مثلا هذا الكيوورد ثم نقلبه على هنا سيطلع الكيوورد التي لديها علاقة بالهوستين هوستين review هما هذو نفس الطريقة سنقلب هنا ونقلب على الكيوورد التي تريد فهنا هنا مثلا نشوف هذي يعني فيها volume siteground لو siteground اذا هي هذي siteground نشوف معي هنا بالنسبة ل كينا لكم اللي بغيت نوريكم هو هنا في search تقدروا هذا على حسب الترافيق الذي يأتي هنا مثلا هذا عبارة عن post أو review على siteground لكي تعرفوا بالنسبة لهذا الغزيل تقدروا تعود على siteground سيطلع موزع الاستضافات إذا ما سوف نحن نحن الموقع اسم similar web سوف ادخلوا هنا وضعوا الموقع الموقع المنافس ثم marketing و نبدأ بالرانكين فيما يخص الرانكين كما ترى هنا بالنسبة لهذا الموقع يعني الرانكين عالميا هو عالميا وهنا في 520000 يعني بالنسبة لهذا الرانكين هذا ليس موقع الذي تقول رانكين هذا موقع عادي وهذا هذا موقع عادي وهذا موقع وهذا موقع وهذا موقع و بالنسبة كما ترى هنا يوجد 45000.6 زيارة في الشهر بالنسبة لهذا في الشهر يعني في اليوم ثم page per visit وهنا تعطي و هنا بالطلق هنا يعطي التي تريد هي traffic من كيجي بالنسبة من أندورا تركيا إلى آخر هنا يمكنك ترى بالنسبة ال traffic من كيجي ثم ثم سيعطي الكاتيجوري ال audience بالنسبة ال audience هنا يعطيك مهتمين ال social media الإيميلين الكمبيوتر وهنا يعطيك ال topic ال social networking الانترنت الهوستين داخل في البزنس والانترنت داكو وملكتها بطل تحتنا يعطيك الكمبيوتر إذا أصلا بغي أنك تنفس هذا الموقع هذا في الـ الهوستين من الممكن أن تنفس هذا ومعطيك هنا يعطينا 10 الكمبيوتر الذين تقريبا بحالهم الذي ستنفس في الكمبيوتر وملكتها ما تفعله؟ قد تدخل لديه وملكتها ما هي العروض التي تعملون لهم ما هي الكمبيوتر التي تعملون طريقة لتنظمون لهم وملكتها وملكتها لذلك اضع من المجتمع من المجتمع لك مجتمع هذه تسهل لك لك تفكر ما سيقوم بحق بحق من المجتمع وملكتها من المجتمع بطبيعة لا تستطيع لهم وبركة لهم ونرى وملكتها دافئة لكي تنفع وفي الثلاث هنا تلقى بقي لطوب ترافيك سورس يعني هاد سيد من كيجيب ترافيك ولا تضيتي معي البلد كينا 33% ديريكت يعني من السورج ثم الريفيلر كينا عندو 1.15 الورغانيك سورج كينا 65 يعني هذا خدم بالاسيو 100% كما كتشوف 65% رطال عبز وبالنسبة البيت آدس رما كيديكت يعني البيت آدس ما خدمت بيوه وبالنسبة السوشال والميلين رما تديرون إذن اللي كي يخدم عليها بزاف هي الورغانيك تخافيك وفي هذه الحالة هي الاسيو تفهمنا؟ هلو هنا كيف ما كتشوفوا ما عندوش البيت آدس يعني ما عندوش البيت آدس يعني ما عندوش البيت آدس عندو غير الورغانيك 100% إذن هنا بالنسبة الكيووردس اللي قلت لكم فهذا الموقع هذا عندو 243 كيوورد خدم بهم وهذا بعض الكيووردس اللي هو تخدم بهم وباش أنك تشوف الكيووردس كاملين لكن الأساسي هو أنه أعطاك هنا بعد واحد اللمحة على الكيووردس اللي تخدم بهم اللي هما هذو ألمين تورفيز أفاطا ألمين تورفيز أسترا ألمين تورفيز أسترا ووردبريس تشينجين إلى أخير يعني كتعرف بل هذه المدوانة كتتضر على الهوستين والوردبريس والووب ديزاين إلى أخير إذن هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو نتمنى من أكون شطولت عليكم أخدموا بهذا التول بجوج كينا كيوورد ريفيلر اللي ستخدموا بها الكيووردس ديالكم وكينا السيميلر ويب اللي كتشوف بها المنافس ديالكم من بعد ما كتكونوا لقيتوا المنافس انطلاقا من ذلك الكيوورد اللي بغيتوا تخدموا به إذن إخوان شكرا لكم على حس المتابعة إذا كان عندكم شي سؤال فيما يخص هذا الفيديو خليه الياف كومنتير وإلى اللقاء